جاء قال الله سبحانه وتعالى وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَمْنِي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ كم نبه العلماء والدعاة إلى الله عز وجل أن كثيرا من الأسئلة التي جاءت في القرآن جاءت بلفظ قل ليكون النبي صلى الله عليه وسلم مبلغا عن ربه الإجابة جاءت الإجابة فيها بلفظ قل ليبلغ النبي صلى الله عليه وسلم مع ربه الإجابة يسألونك عن الروح قل الروح من أمن ربي يسألونك عن المحيد قل هو أذى يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج أما وإذا سالك عبادي عني فإن الله سبحانه وتعالى لم يجعل بينه وبين عباده هنا واسطة ليعلم الناس أنهم لا يحتاجون في دعاء الله إلى ولي مقرب يدعونه من دون الله أو كما قال المشركون قديما ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفا ليعلم الناس أنهم يحتاجوا أن يغفر الله سبحانه وتعالى لهم الذنب فلا يحتاجون إلى شيخ ولا يحتاجون إلى قسيس ولا يحتاجون إلى حبر ولا يحتاجون إلى كاه إنما يتودهون مباشرة إلى الله سبحانه وتعالى وإذا سالك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إلى دعان فليؤمنوا بي فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون وقال الله سبحانه وتعالى آمرا عباده أن يدعوه قال الله سبحانه وتعالى وقال ربكم دعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين لماذا قال الله سبحانه وتعالى إن الذين يستكبرون عن عبادتي لأن الدعاء عبادة إنك حينما تدعو الله وتسأله أن يرزخك شيئا أن يوسع عليك أن يفرج الكربة والهم أن ينصر المجاهدين أن يغفر الذنب هذا من التعبد لله سبحانه وتعالى مع أنك المتفع مع أنك صاحب الحاجة لكنك وأنت تدعو الله سبحانه وتعالى في عبادة لله سبحانه وتعالى كما صح في صحيح البخاري من حديث النعمان بن بشير أن النبي صلى الله عليه وسلم كما أخرج الإمام أحمد وأبو داود والترمذي من حديث النعمان بن بشير أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الدعاء هو العبادة وقرأ قول الله سبحانه وتعالى وقال ربكم دعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين وأما حديث الدعاء مخ العبادة فإنه لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم بسند صحيح وإنما ثابت الدعاء هو العبادة لأن الدعاء لون من ألوان العبادة فلذلك إن الإنسان إذا أخلص الدعاء لله وأتى بآدابه وشروطه ونثى موانعه فإن الله سبحانه وتعالى يغفر له الذنب أما عن الآداب فهي كثيرة ومنها أن يدعو الإنسان ربه على طهارة ما أمكن ذلك وأن يرفع يديه وأن يلح في الدعاء وهذه كلها من آداب الدعاء وهذه كلها من آداب الدعاء وأن يأتي بشرائط الدعاء والتي أعظمها حضور القلب والرجاء لله سبحانه وتعالى لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما أخرج الترمذي أدعو الله وأنتم موقنون بالإجابة وأعلموا أن الله لا يستجيب الدعاء من قلب لاه غافل وقال صلى الله عليه وسلم كما في صحيحي البخاري ومسلم قال إذا دعا أحدكم إذا دعا أحدكم فلا يقول اللهم اغفر لي إن شئت اللهم ارحمني إن شئت ولكن ليعزم المسألة فإن الله لا مكره له نعم أنت ينبغي أن تعلم أن الله هو الملك القوي القدير فإذا دعوت بالمغفرة فليس يجوز لك أن تقول اللهم اغفر لي إن شئت اللهم ارزقني إن شئت اللهم ارحمني إن شئت لا إن الله سبحانه وتعالى هو العزيز هو القدير هو الملك سبحانه وتعالى من الذي يحول بينه وبين أن يغفر لعبده من الذي يحول بينه وبين أن يوسع على عبده من الذي يستطيع أن يمنع فضله على عباده لو أراد الله عز وجل ذلك إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول لهم كن في يكون ولذلك فأعزم في المسألة فإن الله سبحانه وتعالى لا مكره له والله سبحانه وتعالى لا راد لأمره ولا مانع لحكمه سبحانه وتعالى فإذا أراد أن يغفر لك لن يستطيع أهل الأرض ولا أهل السماوات أن يمنعوا مغفرة الله عز وجل لك لو أن الله سبحانه وتعالى أراد أن يتوب عليك لن يستطيع أحد كائنا من كان على وجه الأرض أن يحول بينك وبين هذه التوبة بفضل الله سبحانه وتعالى فعظم الرجاء واستحذر القلب وكن خاشاً لله سبحانه وتعالى وإياك ثم إياك وموانع إجابة الدعاء والتي أهمها الأكل الحرام وظلم الناس فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الصحيح قال صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحاً وقال يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الرجل أشعث أغبر يطيل السفر يرفع يديه إلى السماء يقول يا رب ومطعمه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام فأن يستجاب لذلك فمع أن هذا الرجل الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم قد توخى آداب الدعاء وأتى ببعض شروطه ولكنه مع ذلك لم يستجب له لماذا؟ لأنه أكل من الحرام وشرب من الحرام وغذي بالحرام فهذا الرجل قد أتى بأداب الدعاء نعم إنه أشعث أغبر متذل لله متمسكن لله سبحانه وتعالى وهو قد أطال السفر وهذا من دواعي الإجابة ورفع يديه إلى السماء وألحان الله في الدعاء قال ربي ربي أو يا رب يا رب ومع ذلك لم يستجب له لماذا؟ لأن مطعمه حرام ومشربه حرام وقد غذي بالحرام كيف تظلم الناس وتنتظر أن يستجيب الله دعوتك كيف تأكل الحرام وتأكل أموال الناس بالباطل وتنتظر أن يستجيب الله دعوتك كيف تعطل أحكام الله عز وجل وتنتظر أن يستجيب الله دعوتك فلابد حتى يستجيب الله دعاك أن تكون مستحدرا لعظمة الله سبحانه وتعالى مقويا الرجاء في الله سبحانه وتعالى نافيا لموانع إجابة الدعاء هنا يغفر الله سبحانه وتعالى لك وإياك وإياك الاستعجام في طلب الدعاء بل عليك بالإلحاح والصبر قال النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم يستجاب لأحدكم ما لم يعجل يقول دعوت فلم يستجب لي إن الواجب على المؤمن أن يدعو الله سبحانه وتعالى خوفا من الله وطمعا في رحمته راجيا لما عنده قال تعالى ودعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين وإن من أهم ما يدعو العبد به الله سبحانه وتعالى أن يسأله مغفرة ذنبه وسيد الاستغفار ما علمنا إياه النبي صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه البخاري في صحيح من حديث سداد بن أوس قال النبي صلى الله عليه وسلم سيد الاستغفار أن يقول العبد اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت وإنما كان هذا سيد الاستغفار لأنه بدأ بالثناء على الله عز وجل بتوحيده الكامل ثم فن بالاعتراف بخلق الله سبحانه وتعالى وإعترافه بنعمة الله لأنه ندم توبة وإعتراف بالذنب أيضا من التوبة أبوء لك بنعمتك علي وأبوء أي اعترف بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت ولما كان الثناء على الله سبحانه وتعالى قبل الدعاء من أهم أسباب مغفرة الذنوب كانت نجاة يونس عليه السلام وهو في بطن الحود قال الله تعالى فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون كان يقول لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين الشاهد أنه كلما كان العبد داعيا لله سبحانه وتعالى معظما الرجاء في الله سبحانه وتعالى فإن ذلك من أهم أسباب مغفرة الذنوب وليعلم الناس أن الله سبحانه وتعالى لا يتعظم شيء فمهما كان ذنبي ومهما كانت الأمور التي أفعلها في السر ومهما كان شركي ومهما كان ومهما كان ما اقترفته في حق الله فإن الله لا يتعظمه شيء وهو سبحانه وتعالى يغفر الذنوب جميعا قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا دعا أحدكم ليعظم الرغبة فإن الله لا يتعظمه شيء أعطاه كما أخرج الإمام مسلم في صحيحه وفي ذلك قال بعضهم يا ربي إن عظمت ذنوبي كثرة فلقد علمت بأن عفوك أعظم إن كان لا يرجوك إلا محسن فمن الذي يرجو ويدعو المجرم ما لي إليك وسيلة إلا الرجاء وجميل عفوك ثم إني مسلم نسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر الذنوب وأن يستر العيوب وأن ينجي كل مكروب من الكرب وأن يفرج عن المهمومين الهم وأن ينصر إخوان المجاهدين في سبيله في كل مكان ولا يزال الحديث بقية نسأل الله سبحانه وتعالى أن يسر البقاء واللقاء إنه لي ذلك والقادر عليه هذا وما كان من توفيق فمن الله وما كان من خطأ أو سهو أو زل أو نسيان فمني ومن الشيطان والله ورسوله من وراء سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغثرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته